ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين من الأسباب الحسية للسعادة أن يكون الإنسان آمناً في بلده آمناً في بيته وأن يكون صحيحاً في جسده وأن يكون محصلاً لرزقه الذي يكفيه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأن ما حيزت له الدنيا فهو أغنى أغنياء الدنيا إذا رزقه الله عز وجل الأمن في سربه الأمن في بيته الأمن في حيه الأمن في بلده ورزقه الله الصحة في جسده ورزقه الله رزقاً يكفيه وقنعه به فهو والله في غاية السعادة ومن أغنى أغنياء الدنيا هذه أيها الإخوة بعض أسباب السعادة التي بيَّنها لنا ربُّنا وبيَّنها لنا رسولُنا صلى الله عليه وسلم فمن أراد السعادة فعليه بهذه الأبواب وعليه ببذل هذه الأسباب فإنه لا طريق للسعادة إلا ما بيَّنه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أرادت الدول أن تُسعد شُعوبها فعليها بأن تنظُر في هذه الأسباب وأن تسعى لتحقيقها في البلاد وإذا أراد الرجل أن يُسعد أهل بيته فعليه أن ينظُر في هذه الأسباب وأن يسعى في تحقيقها في بيته ومن أراد السعادة لنفسه فعليه أن ينظُر في هذه الأسباب وأن يسعى في تحقيقها لنفسه أسأل الله عز وجل بأسمائه الحُسنى وصيفاته العُلا أن يجعلنا ممن أسعد قلوبهم وجعل قلوبهم مُطمئنة وجعلهم ممن يفرحون بفضل الله ويأنسون برحمة الله سبحانه وتعالى